يقول هل تعليق السبح في السيارات يدخل في التمائم والشرك؟ لا لا السبحة ليست عادةً مما يتخذ تمائم لكن لو قصد هو هذا قصد هذا هذا يدخل في الشرك أما عادة عند الناس يقول زينة يعني مثل لو علقت أي زينة تعليق الزينة ما هو حرام الزينة في السيارة ما هو حرام لكن الشيء الذي يوضع عادةً تميمة مثل العين الزرقاء ما توضع إلا تميمة الآن فلا يجوز فعلها مطلقاً لا يجوز فعلها مطلقاً والله أعلم